أنا اسمي أحمد مظهر سعدو من موليد أريحة 1960 أريحة اللي هي بشمال سوريا التابعة لمحافظة إدلب نشأت في بلدة أريحة ومن ثم انتقلت بعد الثانوي العامي إلى الدراسة حلم الاجتماع في دمشق لأنه لا يوجد سوى في دمشق المجتمع في تلك المرحلة معهد الغزالي لإصلاح الأحداث الجانحين بدمشق هو طبعا موجود في منطقة قدسية تحديدا يستوعب أو يستقبل الأطفال الأحداث اللي هن ما بين عمر العشر سنوات والستعشر سنة باعتبار أنه ما دون العشر سنوات وحسب القانون السوري للأحداث لا يجوز استيعاب أو احتجاز الأطفال ما دون العشر سنوات حتى لو ارتكبوا أي فعل يخالف القانون الحقيقة كان أنه المشكلة بالتعاون مع الجهات الوصائية والمسؤولة طبعا نحن نتبع إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في دمشق ومن ثم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كان هناك بعض الشخصيات التي تعودت على العمل الكلاسيكي المربوط أمنيا أولا وأخرا وهذا ما لا يوافق العمل الاجتماعي الحديث والعصري والديمقراطي في نفس الآن نتعامل مع الطفل على أنه طفل يرتكب بفعل يخالف القانون ليس مسؤولا عن ما فعله وإنما المجتمع والدولة والحكومة والمؤسسات المحيطة والحي والأسرة أيضا هي مسؤولة عن كل ما وصل إليه حال الطفل الحدث الجانع في تلك المرحلة كان نستقبل معها الغزالة يتراوح العدد بين 20 و40 يعني الحد الأعظم كان يصل إلى 40 طفل الحد الأدنى كان 20 حسب الحالات وحسب الفصول أحيانا وحسب الأوضاع الاجتماعي للناس والفقر وإلى آخر الحياة كانت كل أنواع الجنح والجرائم التي هي للكبار هي موجود منها بنسبة لأطفال جنح مثلا السرقة وهي الأكثر انتشارا يعني كان دائما يتجاوز نسبة الموجودين من المعهد 50% تكون جنحتهم السرقة طبعا بيكمل الباعة مثلا المخدرات تعاطي والتجار أيضا طبعا تقول الطفل كيف يتجر هو يكون سمسار أو وسيلة سهلة بين أيدي التجار الكبار وأيضا هناك القتل حالة قتل كثيرة طبعا أيضا هذه لها علاقة بالكبار يعني مثلا هناك بقانون الأحداث الطفل الذي يقتل عمدا ويكون مقابل للكبار إعدام الحدث الطفل يتراوح الحكم عليه ما بين 3 و 6 سنوات فبالتالي كثير من الأحيان كان يستخدم هذا الطفل ليقوم بجرائم الشرف خاصة الأب يدفع بابنه ليقتل أخته مثلا في جريم الشرف وكثير من الحالات الأخرى في إطار العشائرية وإطار ريف دمشق اللي معروف فيه بعض الأماكن عشائريا كان فعلا هاي حالات تصير فيبعت الطفل لأن يقتل لذلك كان في نسبة قتل في نسبة إيذاء ومشاجرات أيضا ليست قليلي أيضا لواطة أيضا تحرر الجنسي تقريبا كل الجنح الموجودة للكبار هي موجودة للصغار ولكن بطريقة أخرى مختلفة طبعا في سوريا وحسب قانون الأحداث الجانحين الصادر عام 1974 وتعديلاته فصل بين الأطفال بجنحهم من خلال الفئة العمري الفئة العمري اللي تبدأ من 10 حتى 16 في معهد الغزالي في دمشق والفئة العمري من 16 حتى 18 من أتم 18 طبعا هي في معهد خالد بن يوريد إصلاح الأحداث الفرق طبعا بين المسئلتين هي فصل بالفئات وأيضا في تشديد الجنح لأنه عندما يكبر كلما كبرت الفئة العمري كلما كان فيه زيادة أكثر يضاف إلى ذلك لأنه لا يجوز أن نضع فئات عمري ما بين العشرة والتمنتعش 8 سنوات يعني فمع الفروق الكبيرة بالممارسة المجتمعية والعلاقات في كثير من القضايا الحقيقة في ظل عدم وجود إنكاني للفصل الحقيقي عمريا وجناحيا بين المسئلتين فكان لابد من الفصل لذلك تم إنشاء معهد خالد بن الوليد فيما بعد طبعا بعد معهد الغزالي معهد الغزالي في سوريا قديم جدا منذ عام 1952 بينما الوليد كان بأواخر السبعينات معهد وليد سبع 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 ترجمة نانسي قنقر